موسيقى من أوكرانيا نحييكم مشاهدين الكرام من قناة يواتي فيا الأوكرانية في العاصمة كييف نشرة الأخبار أصحبكم فيها أنا صفوان جولاق والبداية كالمعتاد بأورز العنوين غضب أوكراني من تصريح حول إمكانية رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا الولايات المتحدة تعارض وجود روس ضمن بعثة السلام الأممية في شرق أوكرانيا وفي النشرة أيضا اختراعات مثيرة لطلاب أوكرانيين تنتظر التطبيق موسيقى أهلا بكم قال الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية في أوكرانيا قال إن بعثة حفظ السلام الأممية في إقليم الدنباس يجب أن لا يتواجد فيها مواطنون روس ونقلت صحيفة واشنطن بولست عن كورت بولكر قوله إن الولايات المتحدة تعتزم دعم قوة حفظ السلام حقيقية في الدنباس لتتمكن من الوصول إلى الحدود الأوكرانية الروسية وتزيد حرية العمل والسلطة لضمان الأمن في المنطقة وأضاف فولكر أن موسكو رفضت حتى الآن 26 من أصل 29 نقطة مقترحة لتسوية النزاع وعلى الرغم من ذلك ستستمر المفاوضات مع الكريملين وفي سياق متصل أعلن أوليكساندر لتفينينكو نائب الأمين العام لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أعلن أن روسيا تحشد قواتها ومعداتها على الحدود مع أوكرانيا الأمر الذي يشكل تهديدا بهجوم واسع على البلاد وزارة الداخلية الأوكرانية ذكرت أن نحو 35 ألف عسكري روسي تواجدون داخل الأراضي المحتلة في شرق أوكرانيا إضافة إلى 500 دبابة وألف عربة مدرعة ومئات الأنظمة الصاروخية وأنظمة الدفاع الجوي وزير الداخلية أرسين أذاكف أشار إلى أن حجم القوات الروسية في شرق أوكرانيا يفوق حجمها في دول أوروبية كبيرة قال رئيس الوفد الأوكراني في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بولوديمير أرييف قال إن موسكو لم تمتثل لقرار واحد اعتمدته المنظمات الدولية للدفاع عن السلامة الإقليمية لأوكرانيا ولذلك فإن عودة الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سيكون مخالفة للقانون الدولي تصريح المسؤول الأوكراني جاء ردا على بيان الأمين العام لمجلس أوروبا توربيون ياغلاند الذي أشار إلى حق روسيا في التصويت بالجمعية البرلمانية ورفع العقوبات ضدها وأوضح بولوديمير أرييف رئيس الوفد الأوكراني أنه إذا ما عاد الوفد الروسي إلى البرلمان فإن ذلك سيقوض بشكل كبير سلطة المنظمة ويحيد قوة القرارات التي تم اتخاذها كشف مشروع قرار أن الحكومة الليتوانية تدرس إمكانية توريد أسلحة إلى أوكرانيا بقيمة مليوني يورو حيث تقوم وزارة المالية ووزارة الخارجية بالنظر في هذا المشروع تتضمن الرثيقة المقدمة أكثر من سبعة آلاف بندقية كلاشنكوف ونحو مليوني طلقة وأكثر من ثمانين رشاشا وعددا من مدافع الهاو وأسلحة مضادة للدبابات وأكد وزير الدفاع الليتواني رايمونداس كاروبليس أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا في هذا الصدد إذا كان ذلك ممكنا للتذكير فإن أوكرانيا كانت قد زودت أوكرانيا بالأسلحة في العام 2014 قال الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية في أوكرانيا كورد فولكر إن الإدارة الأمريكية لا ترى سببا يمنع تقديم أسلحة نوعية إلى أوكرانيا وفقا للممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية في أوكرانيا في مقابلة أجرتها معه صحيفة بوليتيكو الأمريكية أشار فولكر إلى أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا في سعيها لتحقيق السلام وعودة الأراضي المحتلة حاليا وهو مقتنع بأن المحادثات بين واشنطن وموسكو ستساعد على حل الوضع في إقليم الدنباس وأفاد بأن الاجتماع القادم مع مساعد الرئيس الروسي بلاديسلاف سوركوف سيعقد في ديسمبر المقبل وأكد أيضا أن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بروسية القرم الذي ضمته روسيا بشكل غير قانوني وأن الإدارة الأمريكية تتعامل مع شبه الجزيرة كإقليم مدرج قصرا في الاتحاد الروسي فتحت موضوع القرم ولكن الجانب الروسي رفض الحديث عنه لا فرق يذكر بين القرم والدمباس لا فرق بين الغزب والاحتلال نحن لا نعترف بضم القرم ولكن إذا ما استطعنا تحقيق نتائج في الدنباس فعلينا فعل ذلك أعلنت أوكرانيا استعدادها لأي تنازلات في مسألة تبادل الرهائن مع المسلحين الروس بإقليم الدنباس وأكد مستشار رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا يوري تنديت أن الأمر متروك لروسيا والمسلحين الخاضعين لسيطرتها وأعلن المسؤول بجهاز الأمن أن الجانب الأوكراني سيقوم في التاسع والعشرين من نوفمبر بطرح مسألة الرهائن خلال المحادثات التي ستجري في العاصمة البيلاروسية منسك وأكد أيضا أن أوكرانيا على استعداد لتسليم ثلاثمائة وستة أشخاص في مقابل الإفراج عن أربعة وسبعين أوكرانيا محتجزين في الأراضي المحتلة مؤقتا بالدمباس هذا ويعمل الجانب الأوكراني على بذل جهود كبيرة لمعرفة مصير مائة وستين رهينة أوكرانية حيث بات معروفا مكان التواجد ستة وتسعين منهم فقط خلال فعاليات منتدى تبليسي للطرق قال رئيس الوزراء الأوكراني ولاديمير هرويزمان أن تطوير وسائل الاتصالات والنقل وتعميق الاتصالات اللوجستية مع البلدان الأخرى واحدة من أبرز أولويات أوكرانيا لفت هرويزمان إلى النمو التدريجي الذي تشهده أوكرانيا كدولة ذات موقع جغرافي موات للغاية وقال إن العام المقبل سيشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى ثلاثة في المئة وأكد رئيس الوزراء أن التغييرات الهيكلية ستستمر في البلاد مشيرا إلى إعادة توجيه الصادرات الأوكرانية إلى سوق الاتحاد الأوروبي بدلا عن السوق الروسي تواجهنا تحديات جدية في العديد من المجالات والمهم أن القرارات والنتائج التي خلصنا إليها تعتمد على رؤيتنا لطبيعة المرحلة المقبلة وتحديد أسس التعاون للوصول إلى مرحلة التكامل بين الأعضاء في أوروبا وآسيا لا سيما في المجال الاقتصادي مما سيحطم علينا العمل على تهيئة البنية التحتية في دولنا وهذا بدوره سيعطي ثماره وسيحقق أفضل النتائج عبرت وزارة الخارجية الأوكرانية عن احتجاجها إزاء تمديد اعتقال الصحفي الأوكراني رومان سوشينكو في روسيا وطالبت الناطقة باسم الوزارة ماريانا بيتسا بسرعة إطلاق صراح مراسل وكالة أوكرينفورم الوطنية محكمة في موسكو قضت بتمديد اعتقال سوشينكو لمدة شهرين تنتهي في نهاية شهر يناير المقبل بحسب مقال محام الدفاع مارك فيغن لقناة يو اي تي في جلسة النطق بالحكم عقدت بشكل مغلق وقال الصحفي سوشينكو إن محاميه يتعرض لضغوطات بهدف منع الدفاع عنه في المحاكم الروسية سوشينكو اعتقل لدى وصوله إلى موسكو في الثلاثين من سبتمبر عام 2016 ووجهت إليه اتهامات التجسس لصالح وزارة الدفاع الأوكرانية التي رفضها وترفضها الوزارة لمراقبة كفاءة عمل نواب البرلمان الأوكراني ومؤشر دعم الإصلاحات الذي يقومون بها وضع مركز التحليل الأوكراني فوكس أو فوكوس أوكرانيا وضع أداة لتقييم مساهمة كل نائب من البرلمان في تنفيذ الإصلاحات ولحساب الكفاءة قام المحللون بمراقبة القوانين التي صوت عليها النواب مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الغيابات المسجلة على كل نائب وإجمالا حدد الخبراء 230 قانونا إصلاحيا خلال الفترة الماضية وكان التقييم هو 59% أشار تقرير المركز إلى أن النواب الجدد في البرلمان الأوكراني كانوا أكثر فاعلية وأداء من النواب الذين يملكون خبرة أطول في البرلمان تدفئة المنزل من خلال استخدام الرياح بدون دفع أي مقابل هو عمل كشفت عنه طالبة أوكرانية في الصف العاشر حول كيفية تحويل طاقة توربينات الرياح إلى طاقة حرارية في التقرير التالي نتعرف على اختراعات غير عادية لطلاب أوكرانيين يسعون لتطبيقها على أرض الواقع أن تكون صاحب سكة حديدية حلم يراود الكثير من الأطفال وليكساندر حقق حلمه وصنع سكة حديدية بيديه فيها نفق وعربات شحن وسيارة تنتظر إشارة المرور لتعبر السكة لم يصنع السكة ليتسلى فقط بل ليجسد عمل خطوط السكك الحديدية لسائقي قطارات في المستقبل موذجه مسار السكك الحديدية مع النظام الأليل لإشارات المرور والصوت صنعته في التدريبات العملية على قواعد التشغيل التكنولوجي وحركة المرور موالدة الحرارة باستخدام الرياح اختراع الطالب أنستسية لتحويل طاقة الرياح إلى طاقة حرارية تمكن من تدفئة البيوت وتسخين المياه بصورة دائمة وكل هذا بالمجان نخترح استخدام وعاء يتكون من مواد ناقلة للطاقة الجزء السفلي والجانبي منه هو النحاس وفي الجزء الأوسط تدخل مياه من خلال فوهتين وتدور حلزونيا لتمر على الحرارة ويتم تسخينها فيكتوريا متأكدة أن نظاما مماثلا سيشكل بديلا ممتازا عن الغاز أو الفحم أو الحطب مرتفع الأسعار وتعتزم طالبة الصف العاشر تطويره أكثر في المرحلة المقبلة نهاية نشرتنا لهذا اليوم قدمناها لكم من قناة واتي فيا الأوكرانية في العاصمة كييف مشاهدين شكرا لكم تابعونا على الشاشة فيسبوك يوتيوب وتويتر في أمان الله اشتركوا في القناة